اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين قانون الجنسية العراقية الذي اقرى سنة 2006 ليحل بديلا عن قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل لم يكن بمستوى الطموح الأمر الذي دفع بحكومة العبادي تقديم تعديلات على القانون وافقت عليها حكومة عبد المهدي ورسلتها إلى مجلس النواب والذي بدوره قراءها قراءة أولى ليفتح الباب واسعا لانتقادات نيابية وشعبية على اعتبار أن التعديلات الحالية لم تكن بمستوى ليقبل الجنسية العراقية في حين أن هناك من يؤيد التعديلات خصوصا الذين تشملهم إجراءات منحة جنسية ممن هم خارج العراق وكذلك تسهيلات المقدمة لمن لا يملكون الجنسية أصلا وأيضا يشمل الخلاف صلاحية وزير الداخلية بمنحة جنسية والتعديلات الأخرى التي لا يفهم غاية الحكومة من تعديلها وأسباب ذلك وأهميته نشاهد ما عده لنا الزميل محمد سعد ربما لأن السيادة مخترقة بين فينة وأخرى والملفات عالقة والقطاعات جميعها في تراجع مستمر ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا فعلى هذه الشاكلة صيغ تعديل قانون الجنسية الذي جعل منها في العراق شبيهة بالقطاعات المتراجعة كأنما لسان حال من صاغها يقول كيف لها أن تكون صارمة شديدة ذات هيبة في بلد لا يخلو من الإشكالات وتملأ عليه إرادات حتى وأن نسجت له قرارات من وحي الخيال فهناك من يدافع عنها وتجد لها نصيرا ولأن كل شيء ليس في محله فلابد أن تكون الجنسية العراقية انتماء سهلا لمن لا انتماء له والحصول عليها لا يقيد طالبها كثيرا وفق تعديلات قدمتها حكومة العبادي ووافقت عليها حكومة عبد المهدي وقرأها البرلمان قراءة أولى في مجلسه ليثار الجدل عليها بين نواب الشعب من جديد انقسم البرلمان على قانون تعديل الجنسية الذي أرادت له الحكومة أن يكون لينا ويسمح بالحصول عليها لغير العراقيين بطرق تخلو من الإجراءات الاحترازية التي تضعها أغلب الدول والتي ترى من الجنسية اعتزازا منعكسا على حب الوطن والبلد تغريدات لمناهضين لهذه التعديلات استخفت بالتعديلات الجديدة ونهضتها بقوة ضاربة أمثال عن دول لا تختلف عن العراقي كثيرا وكيف تضع حدودا للانتماء بالتجنيس خصوصا منح الجنسية للمقيم خلال عام واحد لمن هو متزوج من عراقية وعطاء صلاحيات للوزير بالتجنيس اعترض عليها البرلمان وطالب أن تكون تحت إشرافه وإشراف الحكومة وغيرها من التعديلات التي يحاول قانونيون تحليل فائدتها ومنافعها وأضرارها والأخيرة هي الأوفر حظا في نتائج التحليل بحسب ما آلت إليه تفسيرات التعديلات التي كان يحتاجها القانون الصادر سنة 2006 لكنها جاءت بمستوى تمنى فيه الخبراء لو لم تظهر والبقاء على القانون كما هو عليه لكن كيف الحكومة تريده والمجلس يقرر والمواطن ينتقد التعديلات التي ستجعل من امتلاكه جنسية عراقية ذات قيمة احتيادية قياسا بما تؤهله التعديلات الجديدة أن أقرت من انتماءات ذات أصول مختلفة لسهولة الحصول على الجنسية العراقية آخر ما رخص جنسية العراق هذا ما يخشاه العراقيون لبرنامج المشهد الأخير محمد سعد مشاهدنا رحب الضيوف كل من السيد يحيى المحمدي عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية وسيدة سامية عزيز نائبة سابقة والسيد طريق حرب خبيه قانوني أهلا وسهلا بكم ضيوفي وأبدأ بسؤالي لك سيد يحيى بما أنه أنت يعني عضو باللجنة القانونية شنو الأسباب الموجبة بتعديل قانون الجنسية العراقية هذا القانون اللي هذا اليوم سبب لغط أهواية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بين النواب والسياسيين وبعض المختصين بالشأن القانوني بسم الله الرحمن الرحيم تحيطي لك والضيوف الكرام والمشاهدين طبعا أكيد تشريع القوانين هو يمر بسلسلة من الإجراءات هي تبدأ بطريقين الطريقة الأول عن طريق الحكومة التنفيذية وكذلك عن طريق رئيس الجمهورية وكذلك الطريق الآخر هو عن طريق توقيع عشرة من النواب أو عضاء مجلس النواب بالنسبة لقانون الجنسية طبعا حتى المشاهد يكون على بينه بأن هذا المشروع هو قدم عن طريق الحكومة السابقة حكومة العبادي لكن وافقت عليه حكومة السيد عاذ العبد المهدي تمام هو طبعا مثل ما قلت بأنه شرع في زمن العبادي وأرسل إلى مجلس النواب السابق وأعتقد قرية أو لم يقرأ في الدورة الماضية ولكن بكل الأحوال مجلس النواب العراق الحالي عندما أتينا إلى هذه الدورة وجدنا أكثر من 111 قانون تمت قراءة قسم منهم قراءة الأولى أو الثانية والقسم لم يقرأ وبالتالي مجلس النواب العراق الحالي رجعها إلى الحكومة مرة أخرى من أجل أن الحكومة الحالية تعيد النظر بهذه القوانين وتعطي الأولوية فأرسلت إلى مجلس النواب داعش قانون ومن ضمنها هذا القانون يعني هي أيضا موافقة يعني حكومة السيد عادل عبد المهدي أرسلت هذا القانون إلى مجلس النواب ومجلس النواب قراءة القراءة الأولى يعني هذه إشكالية حتى نبدأ بالحلقة طبعا حتى يكون واضحة للمشاهد الكريم لأن هذا القانون لم يعد في مجلس النواب مجلس النواب لم يعد هذا القانون ولكن سلسلة التشريعات التي لكن قراءة قراءة أولى طبعا لازم تقرأ أي قانون يرسل من الحكومة يقرأ قراءة أولى من أجل أن ممثلي الشعب يطلعون على القانون حيثيات القانون وكذلك الشعب العراقي يطلع على هذا القانون وبالتالي عندما تمت قراءة قراءة أولى من قبل اللجنة الأمنية هذا مقدم من اللجنة الأمنية أثار حفيظة الكثيرين من أعظام نواب العراقي وكذلك رجال القانون والشعب العراقي جميعا ثارت حفيظتهم من الغابة الموجودة داخل هذا القانون التي لو بررت أسبابها كارثية أو نتائجها كارثية على الشعب العراقي أستاذ يحياء خلينا نتكلم بكل صراحة هذا القانون كان سياسي ربما صياغة سياسية لا يعني في بعض النقاط اللي يقراها ربما بيها ملفات سياسية ربما حبت جهات معينة أن تمريرها من خلال هذا القانون أنا أفهم هذا أنا بقناعتي هناك عدة أهداف من تحليلي لهذا القانون صراحة يعني بعيدا عن دبلوماسية طبعا 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 فيمس بالهوية العراقي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية نه ممكن تغيير دموغرافي نه تغيير دموغرافي للمجتمع العراقي نه النقطة الأخرى ممكن بأبعاد سياسية نه نحن مقبلين على تعداد للسكان نه نه في نهاية العام القادم نه فبالتالي ممكن هذا أيضا يكون سبب في تغيير نه شكل المجتمع العراقي للمرحلة القادمة هذه تقريبا أبرز خليني تفكيك المجتمع دمار المجتمع بهذه الطريقة النقاط مهمة جدا عضو لجنة قانونية بمجلس النواب العراقي يتحدث بهذه اللغة يقلت أربع فقرات أو خمسة بعض سياسية تغيير ديمغرافي أيضا نقاط ربما تثير يعني استغراب القانونيين والمختصين بهذا الشأن شلو ممكن ننظر إلى قانون يعني أرسلته الحكومة العراقية حكومة السابقة وأيضا الحكومة الحالية وافقت عليه وأرسلته إلى مجلس النواب ومجلس النواب قراء قراء أولى وبيكل هذه الألغام شلو ممكن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لدعوتكم وحيت وحي ضيوف الكرام اللي معنا والمشاهدين الكرام أيضا خلينا نبدي اشلون هذا القانون ننكتب هذا القانون نحن متابعي بالالفين وسطة عندما كنت أنا عضو مجلس نواب شاركت في كتابة القانون 26 رقم 26 سنة 2006 لكن أثناء ممارسة العمل على هذا القانون وجدنا بعض الثغرات وبعض النقاط اللي كان بحاجة إلى تعديل ومعالجة أنا بالنسبة لي كنت في لجنة المهجرين وقضية المهجرين كانت تهمني لأنه أنا من شريعة الكرد الفيديين فتابعت هذا الموضوع لأن كان هناك قرار من مجلس قيادة الثورة رقم 666 أسقط عن الجنسية العراقية وهجر تقريبا بحدود 565 ألف إنسان أبعدهم من بيوتهم للحجز سجون وبعدين لخارج العراق هذا اللي بقوا بدون هوية إحنا طلبنا شنو كان رجعونا هويتنا أنا كعراقية كنت وعراقية بالولادة المضاعفة والدي كان عنده شهادة جنسية ومثلي من كان خريج كلية القانون بالثلاثينات سنة الثمانين هذا الرجل يعتبر إيراني تبعته إلى إيران هذا القانون ما يخدمكم؟ ما هذا القبله بدأ يخدم شوية لكن إساءة تصرف من كان في مديريات شهادة الجنسية ما مش معه القانون إحنا قلنا بالمادة 17 تعاد الجنسية العراقية لكل عراقي لاحظة بين قوسين لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية نا نوجب القرار 666 شنو كان المقصود من هذا؟ رجع لي الوضع الطبيعي كمواطنة عادية عراقية أضبار تتنحط ويا العراقيين لكن اللي صار لا قانون 26 ما رجع الجنسية للكوردة الفيلية؟ أنا قاعدة أقول بموجب المادة 17 المفروض ترجع لنا الجنسية لكن اللي في مديرية شهادة الجنسية لكن أنت عندك قانون يعني ما عادة والجنسية إنما منحوا يعني أنا عندي جنسية سابقة بموجب مادة المنح في القانون 43 مادة المنح كانت أربعة على أليف أنا كان عندي عراقي لكن من أسقطوا النظام الجنسية اللي مكان ما يرجعوني للوضع القانوني مالتي أربعة أليف على قانون 43 نعم منحوا تم منح كلمة منح يعني استوجت صبت عراقية هذا أثار اللغة مو بس أسه من الألفين وستة قاموا وقالوا ذول الإيرانيين دي يسوهم عراقيين أخياني مو إيرانية أنا يمكن قبل كثير من الأقوام اللي كانت بالعراق أنا قبلهم ودليل أكو عند شنالك إقارات بالألف وثمانمية نعم ألف وثمانمية وستين نعم عندي طاب هو كان ليش أنا طلبت شنو تردو حتى أوثق لكم أنه إنسان جد الخامس عنده عقار بالعراق يعتبر سنة الثمانين مو عراقي نعم والثقافة سادت في المجتمع نعم هذولا إيرانيين شنون تريدين تطلقين من تفكير يعني بالقانون 2006 يعني فقرة 26 يعني واضحة لا مادة 26 المادة 26 واضحة يعني بعادة الفيليين يعني الكورد الفيليين يعني شنو الفائدة مو بس كل بالفيليين أستاذا لا لا مو أنا أتحدثة ساعة كل التباية لا عن التباية الإيرانية يعني شنو هاليوم الفائدة من تغيير هذا القانون يعني لكم أو التعديلات اللي أضافوها أنا قلت قبل شوي كنت أحكي ويا الأستاذ أنا طلبت من وزير الداخلية بالألفين وخمسة عشر أنه ناس عراقيين ديرجعون جناسيهم بس بالتجديد يقول أن روح على القسم الأجانب طيب شو سويت أنت أنا عراقية ترجعني القسم الأجانب فالوزير قال شكلوا لجنة نعم نعم وتشكلت لجنة في وزارة الداخلية من سبع أعضاء كلهم قانونيين ورجال ذا خبرة في مجال الجنسية رتبنا واشتغلنا سنة ونص هذا من الألفين وخمسة عشر عنا مقندمي نعم لكنه الظروف اللي مرت بالعراق ما خلت هذا القانون يمشي بالألفين وخمسة عشر كان غير صيغة غير هذا اللي جديد طلع هذا أصلا آيب آيب على حكومة ترخص هويتها هوية العراق غالية أنا أعتقد أي إنسان وطني ويحس بالمواطنة وتبعيتها للحراق المفروض يرفض هذا القانون لأن هذا القانون مشحف نعم قانون مشحف خلينا نتقل للسيد طارق حرب يعني أريد نتحدث عن أهمية إضافة هذه التعديلات على قانون 2006 يعني إيش لو ممكن نتحدث عن هذه التعديلات هذا اليوم هناك امتعاب من عدد كبير من النواب وأيضا شرائح مهمة من المجتمع وأيضا حتى من القانونيين اليوم إيش لو ممكن نتحدث عن هذا القانون وهذه التعديلات يعني في ظل ربما فقرات يعني تنطينا والله استخفاف بهويتنا العراقية واستخفاف بالمواطن والوطن مع الأسف شكرا لك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك وشكرا لظيفك الكرماء ومشاهديك الأسخياء أولا أقول أن التعديل جاء لغير العراقيين لغير من كان يحمل الجنسية العراقية بالثمانين فما فوق يعني السيدة الكريمة أستاذتي لا علاقة لها وأمثالها بهذا القانون هذا القانون يتكلم عن أجانب قبل أجانب والآن أجانب يعني شنو تقصد أستاذ أخبر أستاذ طائق يعني يعني أقصد مو الكورد فالية اللي حاصلين الجنسية العراقية سابقا نعم لأن هذول أعيدت له الجنسية بموجب الدستور وهو موجب القانون 26-2006 اللي شرعتها الجمعية الوطنية نعم النافذ الآن شنو بلوها لحضر تيتش إذن لن نخلط يعني ما ذول المشمولين بالقانون الجديد لا جنسية لأنه جنسية عندهم شنو مصدر لهم القانون نعم يعني 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 الحكومة يعني أستاذ طارق الحكومة تدور على مصلحة الأجانب على حساب الهوية العراقية يعني أنا ما أعرف فقرات مهمة جدا نتحدث بها السيد يعني يحيى كانت كلش مخيفة إلي أنا كإعلامية وأيضا للمواطن العراقي يقول لك أكو أبعاد سياسية أكو مثلا تغييد ديمغرافي أكو التعداد السكاني اللي راح يحدث بعد ربما فترة قليلة أكو هناك خطط سياسية تنفذ من خلال أجندات تمارس في هذا القانون ماذا ممكن اليوم أتحدث عن مصلحة أجانب بعيدا عن الجنسية والوطن نحكي له أنا نحكي له بصراحة نحكي بصراحة يعني لا تدافع لي على حد السابق يعني لا تدافع لي يعني لا تدافع لي يعني الحكومة اليوم مؤرد خلي نقاط رئيسية خاطر ما يصور المشاهد لخلتي لنص ساعة وهي سامية في قضية لا علاقة لها بالتحديد قضية انتهت وراحت وعادة جنسيات علوم نعم نعم تفضل تفضل يصور المواطن نحن نتكلم عن عراقيين أستاذ طارق أريد أوضح نقطة أنا يوم أمس لا لا بس اسمح لي أستاذ طارق أنا يوم أمس من حضرت الحلقة مالتي أنا دعيت كثير من الفيلية كلهم متحدثوا بنقاط قال لا نحن ما نقدر نتحدث لأننا نخاف نمس الفيليين ما كان عدهم دراية بهذا القانون فاليوم وضحت السيدة سامية حول هذا الموضوع تفضل استاذ من توابم ذولك عراقيين نعم تفضل الكرد والفيلية عراقيين تفضل أدخل بالموضوع واسفقت عنهم الجنسية تفضل وعادلهم القانون السابق ب2006 الجنسية تفضل عيدت لهم الجنسية العراقية شوفينوا على الآن التعديل الجديد الجاي يتكلم عن من حصلين على الجنسية العراقية لا سابقا ولا لاحقا نعم مخاطر ما يصور إسمعنا يقول هذول يزايدون على العراقيين ترى التعديل يشمل الأجانب فقط نعم ولا يشمل العراقيين نعم سواء كان كرد دفاني أو غيرهم وسواء كانوا حاصلين على الجنسية وغير حاصلين شوفينوا هلا خليكم أولا هذا أولا اثنين إحنا بالكاد نحصل فيزا لدخل الدولة يا دولة تروحينها بالكاد الفيزا الآن دائرة الجنسية تنطي فيزا وتنطي إقامة وتنطي جنسية وهي الممنون مش قد بسلح مش لون يعني ليش هذا القانون ليش يعني القانون يعني ليش الحكومة توافق على هيكي قانون وعلى هيكي تعديلات ليش منه المستفاد خلي دا أقول لش فحد كل العالم من السوي تفتح باب الجنسية يكون لأربع أغراض واحد من أربع أغراض أما تكون الدولة قليلة السكان وتريد سكان تفتح التجنس الحمد لله كل سنة نزيد مليون شوية اثنيا أو الدولة تبحث عن خبيرات وكفاعات تين علماء ذرة علماء اقتصاد علماء نووية تفتح تجنس الأجن قليل أو ثلاثة تبحث عن مال تقول يابا كل من يجيب مليون دولار نصف مليون دولار بيت ألف يجيب نعم مثل تركيا أو تبحث عن عسكر جيش يعني صدام حسين منصد القانون الجنسية العرب يا عربي يجي يحصن على الجنسية العراق يرسل يودون التجنيد ينطوب من دقيق ويقولون يقاتل نعم شوفينوه لا قانون التعديل الجاي لا لأغراض بشرية السكان ولا لأغراض يعني حتى لو ما عنده الكروة ماكو يجي بها العراق انقبل غصما علينا نعم وقانون التعديل الجاي حتى لو ما يقرأوا يكتبوا كفاعات حتى لو ما يقرأوا يكتب انقل له أهلا وسهلا بيك يعني ما أقوله ما أقوله ما أقوله والله إذا طارق بس إذا تحدث نقطة بس نقطة يعني أنا البارحة خلي أحكي لكي بكل صراحة بالعامية البارحة عندي اثنين بنقلاديشيات يعملون عندي قلوا لي ماما خلص نحن بعد ما نريد إقامة رح ناخذ الجنسية ما ظلنا شي ناخذ الجنسية يعني ما أقوله عندنا أكثر من مليونين ونص بنقلاديشي نعم هذا ما يقرأوا يكتب ما عنده فيل اسم دائل لو فلس ضرب جيب وجيب جيبه وما ي لا كفاءة لا بشريا نحتاجها ولا حرب عندنا بعد ما يكون حرب عندنا احنا دستورياً ما يجوز شفينه هذا صدروا أسأل أي واحد بالعراق بغير العراق طالما عنده نص عقل كل قانون يشرع لازم به مصطحة عامة منه يكتب هاي التعديلات سؤالي ما هي المصطحة العامة الموجودة ياري القانون ما شنو المصطحة العامة يصير هو دايقول شريحة يوصفهم على أساس هم عراقيين بالقانون ما هذا طيب هذول العراقيين إذا يحبون الوطن موحنا صار 16 سنة انتهت قضية صدام حسين وتعالوا عشر سنين من حكم الصين العراقي تحصلوا ليش بجيتوا بالعشر سنين ليس 16 سنة يعني هذا يعني مرات أحيانا واحد يخرج عن طورة في قضايا ثم سنة هاي أمريكا تروح يقاتل عنها المجنة السبتة يقاتل عنها وخمس سنين جنسية كل دول عالم شوفي يعني ليش هذا الاستخفاف بالجنسية العراقية يعني شلون نريد الدول تحترمنا وعدنا استخفاف من حكومتنا خلي نتحدث ومن الجهات المسؤولة ومن الجهات اللي تكتب القوانين بالجنسية العراقية ليش هذا الاستخفاف يعني ما معقولة واني أريد العالم تحترم الجواز العراقي ما معقولة أكو بالعالم ينطون جنسية على سنة وحدة إقامة الجنسية ما يتعامل بيها إلا الرئيس الأعلى شوفي الأعلى بس ترامب يحتي حتى النعبانا بيحتي لأن أمور الجنسية خطرة بس ميركل تحتي ماكوا واحد بعد بألمان يحتي بس ما ما يتحتي من قلتها هذا المعلوم إحنا يا سيدة الكلمة زيان أنتم أنطعتهم أسأل السؤال التالي ليش عدلتوا القانون مو تقولون نعرفهم وعدهم أسامي حضروننا قوائم مجلس النواب ما يدعي شو نقصه ما قلنا يا أبا تعال يا دائرة الجنسية والأحوال المدنية أنت تقول بالكتاب مارك بقانون جنسية هذول عندهم بطاقات أحوال مدنية ومسجدين عندنا زودنا قوائمهم خلينا شوه ما قال عليكم ألف ألفين خمسة ستة ألاف خلط بعد يومان ما يشير نعم خلي أنتقل لعضو اللجنة القانونية يعني أيضا أريد أتحدث عن نقطة مهمة وفقرة مهمة جدا بالتعديلات سيد يحيى يعني أيضا بالتعديلات يمنحون الصلاحية لوزير الداخلية أنه يعطي جنسية لكل من يشوفوا أنه يستحق الجنسية إيش لو ممكن أنا أسيطر على موضوع الجنسية يعني بيه فقرات كل شيء ربما تنطيني استغرابات كثيرة يعني شنو منه اللي كاتب ومنه اللي عدل ومنه اللي جاب وليش هذا الاستخفاء بالجنسية والوطن والمواطن والله ما أعرف تمام إحنا تكلمنا بال يعني بالجزء الأول على يعني ما هي الدوافع يعني مشكلة العام خلنا نقول هذا الجانب السياسي الجانب القانون اللي تكلم به استاذ طارق وهو كلامه المحق حقي ما تكلم عن الدوافع تكلم على مشاكل القانون هذا القانون أنت يعني وسع المشرع وسع من مسألة إعطاء الجنسية وبدون مبرر هذه نقطة النقطة الأخرى تكلم على موضوع المنح اللي تكلم جنابش للوزير أو لمجلس الوزراء أيضا عن طاعة صلاحية لا أكو فقرة أكو فقرة للوزير أكو فقرة بهذا القانون الوزير يمنح الجنسية كل من يشوفه مؤهل للجنسية شلون ممكن يعني يمكن صديق بن عمياد ما معقوله المشرع ما ركز على الشروط الموضوعية لمنح الجنسية مثل ما تكلم بها أستاذ طارق اللي هي يعني مثلا في دول مثلا موضوع العسكر أو موضوع المال أو الكفاءات أو الخبرات أو موضوع السكان شروط موضوعية تضع لهذه الدول ضمن استراتيجيتها نعم لكن هذا القانون لم يضع شروط موضوعي لم يركز جعل الموضوع عائم وأنت صلاحي للوزير أو لمجلس الوزراء هذه أيضا من القنابل اللي موجودة في هذا القانون نعم البنجلاديشيين رح يأخذون جنسية طبعا على هذا القانون ست حيفاء شوفي هاي نقطة جين بالمادة ستة نقول بالنسبة أقامة في جمهورية العراق بصورة مشروع مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالئة سابقا على تقديم الطلب ويستثنى من ذلك المهجر قسرا من هو المهجر قسرا نعم هاي أيضا هذه وحدة من القنابل من هو المهجر قسرا على أن لا تقل مدة إقامته عن واحد سنة يعني مثلا الآن سوري هاي جارة سورية صارت بها مشاكل بجيل العراق نعم مليونين مهجر يعني نحن بالعراق عدنا مليونين مهجر وفق الإحصائيات الموجودة طبعا يعني كلهم رح يأخذون جنسية السوري على سبيل المثال جيل العراق عنده ظروف صح ناكى ظروفهم صعبة وجيل العراق خلال سنة يقدم هو طبعا أكو بهم صارهم ثلاثة سنين أو أربع سنين مقيمين نعم يقدم وثائق يقول أنا هجرت قسرا وكذا كذا كذا أنا يشمني هذا القمر ما لكم أردت جنس عراقي نعم على سبيل المثال نعم هو هذا اللي نتكلم هو هنا الاستخفاف على أي أساس أنه أنا أجيب سوري وأسكنه على أي أساس أجيب تركي على أي أساس أجيب إيراني أو سعودي أو كويتيا وأي دولة أخرى يجيب العراق وأنطيبها البساطة دول العالم كلها تضيق مسألة العطاء الجنسية نعم حتى الفيزا يعني الفيزا الفيزا مو الفيزا الإقامة هسا أي دولة تروح تقيمي هاي الأردن من واحد تروح تقيمي بالأردن أكو ضوابط وشروط يعني مو بسهولة أي واحد يعطوه حتى يأخذ الإقامة مو الجنسية أما الجنسية هاي شروطة كل صعبة ولكن بالعراق من خلال هذا القانون الجنسية هي أسهل أصلا حتى من الإقامة وأسهل حتى من الفيزا بهذه الطريقة البائسة لذلك يعني هذا الموضوع هو موضوع كارثي يعني إجقد عدنا الله عليك أستاذ يحي إجقد عدنا ناس راح يأخذون الجنسية إجقد عدنا ناس أحتي بصراحة من الإيرانيين والسوريين والبنجلاجيشين والمصريين والسويداني إجقد يعني بهذا التصور بهذا خلنا نقول الطرح وبهذا الاستغفال حقيقة لذلك هو الموضوع هذا أنا أعتقد أبدا مو وقته وهذا الموضوع مدفوع مو وقته مو قصد مو وقته هذا الموضوع ما يصير أصلا طبعا أقصد عند أحتيك قانون طرح قانون مثلا ممكن أكون مبررات معينة لتعديل قانون ما ولكن أنا أتكلم الآن بشكل عام نحن اليوم أكون قوانين مهمة جدا العراقين ينتظرها أقدم قانون بألغام قانون يستخف بالهوية قانون يدمر النسيج الاجتماعي قانون يعني ما أعرف أنا أريد أن أسأل سؤال يعني خليني من الحقبة الماضية يعني حقبة السيد العبادي راحت يعني راحت انتهت هل سنحن جينا حقبة جديدة وسيد عادل عبد المهدي وأيضا حكومة تغيير حكومة محاربة الفساد وأيضا قوانين جديدة محقولة إرسال حكومة السيد عادل عبد المهدي بهذا القانون يعني بتعديلات هذه تعديلات هذه تعديلات مجحفة بحق العراقيين يعني طبعا يعني لا لا لأن الحقبة الماضية ما أنه دخل بي هاليوم نحن كحكومة جديدة نقدر ما نرسل هذه القوانين إلى مجلس النواب ولا نوافق عليها صح له لا لأن هاليوم حقبة جديدة شلو ممكن أوافق عليها وأرسلها لمجلس النواب يعني في ظل هذه الألغام الكبيرة طبعا هذا السؤال يعني يوجه الدكتور عادل عبد المهدي وحكومته كيف أرسلوا هذا القانون مرة تنتالي لمجلس النواب يعني هما مأيدي يعني موافقين موافقين طبعا مأيدي ودازو ضمن الأولويات هنا الأولويات الأولويات يعني هذه الأولويات هذه كارثة بصراحة ستهيفة كارثة يعني هذا سبب صدمة للجميع ولكن مو معنى أنه هذا القانون راح يمر مستحيل هذا القانون يمر بهذا القانون بكل أنحاء العراق لكن هذا استخفاؤ بالوطن والمواطن ممكن نعلق على هذا الموضوع اتحدث السيد طارق حرب بكلام مهم جدا يعني حول هذا الموضوع يعني أنت الصفة القانون بالألفين وستة محتاجين هذا التعديل محتاجين هذه الفقرات محتاجين تعديل موجي تعديل لا لا أن تعديلات تحدث بها السيد يحية عضو اللجنة القانونية وتحدث بها السيد طائق حرب محتاجين هاي التعديلات محتاجين أنه ننطي جنسية خلال سنة للمقيمين الأجانب يعني تتحدثيني بهذه الفقرات اسمحي لي أنا مو بس أحمل يمكن الظهر صارت ثقافة بالعراق لأن النظام السابق بالقرار خمسة لسنة خمسة وسبعين تمنح الجنسية للعرب دون التقيد بشروط الجنسية أهناي صارت ثقافة نعم يعني ما أعرف هالحكومات اللي تعاقبت ليش يسترخصون الحراق يعني ليش أنا اللي أقوله أنه أنا مواطن وحب وطني ليش أقبل يجي إنسان يسلم سلطة يصغرب هذا الوطن تعتبريه تصغير نعم أنا من السابق قلت لي شو راويت لك هذا القرار نعم قرار خمسة من لما نيطي بدون شروط جنسية أربعة مليون ونص عربي جوي ما صار تغيير ديمغرافي صار صار تغيير ديمغرافي وذول الناس قاعدة نعم وراح تجاوب استاذ طارق راح تجاوب ووقت الحر أنا هزمه أنا كنت بسنة الثلاثمانية أطلع للسوريا وأطلع للندن مصريين يعني أنت يعني أنت تتحدثين نقطة مهمة جدا تقولين بواقع صدام قدر أنه يمنح الجنسية وغير ديمغرافي بدون شر لا لا بس انطيني صبر هاليوم اليوم الحكومة أيضا تريد تغيير ديمغرافيا ربما حتى تكون معادلة هذا الفهم ومكلامك والله آني بس هذا الاتهمت لا لا مقضية معادلة لأنه أيضا نفس الشخص ما للنظام السابق مثلا دواعش آني هذا الزواج لعراقية أو غصبة بالزواج صار عدها الطفل هذا الداعش ما راح يصير عراقي ها شلون يعني شلون فهموني أنا أنتو كالوجنة قانونية أسا الآن هذول ما ياخذون جنسية إذا بسنة معراقية راح تطي جنسيتها لزوجها بس شنو إقامتها سنة لكن هل نعم موجب الفساد الموجود هذا الداعش ما راح يشتري جنسية نعم خليني انتقل لستار طايق استار طايق تفضل عندك تعقيب ربما على كلام السيد يخي ويعني على السيد السامن تكرر القانون رقم خمسة لسنة خمسة وسبحين اللي هو تجنس العرب نعم تجنس العرب نفس القانون هذا نفس القانون هذا هذا قانون خمسة لسنة ألف وسبحين مية وخمسة وسبحين نعم اللي ذكرتي هسا وذكرت هستاذا سامية نعم هذا القانون كان أول ما يجي العربي هو يجنس يجي الزوان للتجنيد نعم يسوقون الخدمة الإزامية ينطوب من دقية ونصف من قتله ما حد يجي على هذا القانون ليش؟ لأن كان لأغرار حربية لأن كان أكو حرب يعني تقصد كان أكو حرب طبعاً كان أحد المجتمع للحرب واختر قارن على الأساس نعم نعم يا أمي دربهم فتت خدمة زامية وخدمة احتياطه وعدهم للحرب لذلك كان هزبه وعضوا جنسياته من هزبه إيشي واحدهم أول يوم يدزيوا للحرب غير فتت خدمة زامية كان مدد خدمة احتياطه جابهم على مود الحرب ما جابهم يطيهم جنسية وإلا هستفتر ببغداد كم واحد أكو من العرب محصول على الجنسية ومجب هذا القالون ما تلقين ست سبعة أشخاص ما تلقين نعم يقول له لا ست سبعة أشخاص ما قام ليش لأن صداب تالي يدون الحرب إحنا ما شاء الله هذول هم يجون يحاربون لنا نحتاجهم حرب أكو حرب ما شناء هذا واحد احتمال جاين على مدروات الراعية الاجتماعية لا سنحتاجهم بالانتخاب لا على مود شي آخر على مود شي آخر على مود شي جاين الله عليك على مود شي جاين ما أقول آلي لا لا أنت حتي صريح على مود شي جاين البعض يقل لك جاين على مدرات الراعية الاجتماعية لا ما أكو شي امتياز للعراقي بخلها الخصيص ما يعرفه إلا القانوني الدقيق نعم ما نريد أعرفه يعني تفضل مو حتى توظف اثنين اثنين بس اسمحي لي ليش هو مع المسألة ابن العراقية اللي يحمل جنسية عراقية بحكم القانون حتى لو كان منزوجة من داعش أو منزوجة من برازيلي أو منزوجة من صيني هذا مو بالتعديل هذا كان من الأول شوفوا لو ألا حضرتك نعم هم الجمعية الوطنية اللي كتبت الدستور ألزمت قال كل يكون عراقيا من ولد لأب العراقي أو لأم العراقية أب أو أم والعجيب هذه الأم العراقية المزوجة من برازيلي بنتها وابنها سيروا العراقيين ولد العبن وولد البيت هم يسيروا العراقيين نعم وتمشي أحفاد الأحفاد كما هذا القانون هذا القانون جنابج مطلق المفروض مثلا نمطي شهر نقول يابا يراجع شهر يكمل معاملتها فبها نعم أو نمطي سنة نقول يراجع خلال سنة اللي عندها يقام يكملها خلال سنة فبها بس أنا أتعرف شنو الفائدة الفائدة من هذا التعديل يعني الفائدة من هذا التعديل شنو يعني استفادة مهائية كل فائدة ماكو كل مضح يعني آني الفائدة خلي أحسين لك نقطة نقطة مهمة جدا يعني هاي إحدى صديقاتي يعني ساكنة بالأردن صديقتي والأخ صديقة مغربية قالت لي آني راح أجل العراق أبقى سنة وأخذ الجنسية مو على مدعيش بالعراق قالت لي أنا حتى أطلع لا لا بس خلي أكمل لك حتى أطلع الأمريكا والكندا ينطوني لجوء يعني الجواز العراقي ينطوني لجوء لكن الأردني المغربي ما ينطوني لجوء فعلى أقل تفيدني باللجوء بكندا وبأمريكا يعني هذي نقطة مهمة جدا والله العظيم والآن حضرتش من يجي فلان يحصل على الجنسية العراقية اللي هو فيه خصوم ويا أمريكا وبلاده سليمة ليقدر يحصل الأمر الكبير في ذلك شوفي لاحظة حضرتك من سوى مشروع القانون المفروض أنا المشمول بالقانون انطعتوني امتياز سنة لكن عليكم أن تلزمون يقولوا يا بارق سقط جنسيتك السابقة ما نطيك الجنسية الجديدة وهذا كلام لأعظام مجلس النواب إذا صار الاتجاه بتشريع هذا التعديل يجب أن ينقص صراحة في التعديل على أمره الأمر الأول لمدة معينة ما يخلوه مطلق وراء خمسين سنة لكن بس إستاذ طارف يعني حتى لأن الوقت الوقت من اللي من اللي ضاف هذا التعديلات من اللي شرح هذا التعديلات منه هي الجهة القانونية اللي كتبها يعني اللي كتبها بهذه الطريقة منه هي هل هناك هل هناك دوافع خارجية خلينا تحدث بكل صراحة حتى يكتبوها بهذه الطريقة بس اتحدث لي يعني أكو دوافع خارجية أنا كنت مع أحد الأخوان الضباب من مديرية اللي هي مديرية الجوازات مديرية الجنسية والأحوال المدنية الرجل قال يجي يقول حكومة ما يقول لي أقول له يا با معقول هذا مشافور قانوني بوزارة الداخلية يعني مشافور قانونيين بمجلس الوزراء أقل شي يرفع حريضة زي ما قال لولكم تعال يا با انت هفلان رافع هذا القانون وتقول زودنا بقوائم بأسماءهم خد نشوفوا الأسماء لأن ترفع قانون وتقول عندي هش حالات يجب أن تذكر الحالات الأسماء ما هلون ترفعهم إياهم خاطر يقول كل ماكو وينما نودي يقول يروج وفعلا هذا مشروع قانون روج نعم يعني هذا القانون ربما أنا أشوف مدعوم سيد يحيا من بعض الجهات الخارجية يعني ما أعرف يعني هيش إلا الاستقراء ماننا يعني للتعديلات يعني ماكو يعني مثلا قانونيين شافوا الفقرات اللي معدل عليها يعني ما معقول يعني مثلا لازم يكون عثماني جنسيت نعم طبعا لازم يكون عثماني جنسيت يلا عراقي إذا ردنا نروح لما تفضل في استاذ طارب أنه هو هذا القانون يشرع لمجموعة معينة أو لشريحة مظلومة أو لناس يعني يعتبر نفسهم متضررين نعم فعلا الآن بالأسباب الموجة يقول ولي غرض انصاف شريحة من المستحقين للجنسية العراقية المتضررين في ظل النظام البعد من هم هؤلاء من يعني هو أسأل هذا اللي عده نعم منهم أولا ما قايل هما منهم نعم يعني الكرد بس الآن يتكلم على المتضررين في النظام البعد طبعا هاي مسألة النظام البعد هاي شماعة أي شيء عدنا نريد سوقه نقول النظام البعد نعم هذه أيضا من نخلنا نقول الأشياء نعم بها بعض سياسية مئة بالمئة بها بعض سياسية طبعا هو راد يقد يعني يقدم خدمة للجيران ربما يقدم مئة بالمئة للجيران أو أي دولة بعيدة أو قريبة لأنه العراق صار مسرح لأنه يعدنا مليونين ونص بنجلادي لا البنجلادي يدورون يقامها بالمئة ألف طبعا بالعراق ومعدهم يقام أصل شرعية مئة خمسين ألف خمسين ألف يعني ليش يدفع إقامه وقال أنطي جنسية وخلاص يظل عندي يخدمني وخلاص فهو الظهر يعني هذا اللي يعد هذا القانون يعني ما أعرف يعني ما أعرف حقيقة شنو دوافعة يعني رخص رخص يعني أنت بيع الجنسية أو أعطي الجنسية بس مبهر رخص مبهر رخص كل دول العالم الشدد إلا العراق يرخص هذه الجنسية العراقية بهالبساطة بهالسهولة هذا من المؤسف طبعا جدا لذلك القانون طبعا بيه أبعاد أول ش هالأبعاد لازم نعرفها نحن نحن كأعضاء برنامان وكل المشاهد ورجال القانون شنو الأبعاد وما هو القصد أو المقصد من التشريع والنقطة الثانية الشروط الشكلية والموضوعية للقانون بس ليش واطق عليه يعني ليش أرسلوا سيد عادل عبد المهدي وأصر من أولويات يعني بصراح القوانين ليش يعني أيضا هذه نقاطة ثير الاستقراب شنو السلفة يعني انت نائب ومتشعب يعني شنو السلفة كلام صحيح سيد عادل عبد المهدي يوافق عليه ويرسله يقول هاي من أولويات القوانون اللي لازمت شرعوها بمجلس النوار هي هذه المشكلة حقيقة المشكلة والطامة الكبرى والشيء اللي احنا يعني مستغربين من عنده لذلك اعتقد هذا القانون هو سوف لن يمر بهذه الطريقة أبدا ومطلقا نعم أنا متأكد إذا ما أعد يعني يعاد مرة أخرى للحكومة يعني أو يلغى بشكل عام وأنه ما صدت بتعديلات جوهري هذه الألغام اللي صارت بالقانون مستحيل تمر بهذه الطريقة المعيزة نتمنى نتمنى ما تكون توافقات سياسية ويمضي القانون نتمنى سيدة سامية الإجرال حديث أستاذة بالنسبة للقانون الصوري في بدايته يقول يعتبر عراقي من كان لديه جنسية أثمانية زين الولايات الشمالية كانت تابعة للسلطنة العثمانية وممكن ياخذون جنسية لكن باقي الشعب العراقي من الوسط للجنوب هذولا منه يعني هذولا علي من محسومين هاي نقطة مهمة جدا نعم المفروض من كان على أرض العراق عنده تشكيل المملكة هذولا الناس وما عراقي لا سلطنة عثمانية ولا سلطنة إيرانية ولا بريطانية نعم أي مواطن موجود على أرض العراق في تلك الحقبة المفروضة مو أن يقول اللي كان عنده جنسية عثمانية يعتبر عراقي نعم أو من حصل بموجب القانون 42 أو 43 نعتبره عراقي لكن بتبعية الدرجة الأولى العثمانية نعم الدرجة الثانية اللي في أتباع هما التبعية الإيرانية زين والأستاذ طارق حرب موجود وأستاذ قدير معقولة يبقى التبعية وهي الإنسان طول مدى الحياة نعم إيرانية زمن السلطنة نعم أنقل هذا النقل إلى المملكة الإراقية وأظل هو وأحفاد أحفاده أظل أعتبره امتباعية وبالنتيجة ثقافة النظام السابق عممت على كل دولة إيرانيين نعم معلسف هذا المفروض هذه الثقافة تتغير نعم الرفض أو في حالة تشريعة بالأغلبية لا بد أن نضغ شرطين أولا نطمد للمراجعة راحس لتوافق سياسي ويمشي التعديلات على القانون نعم قد قد يا سيدة الكريمة تمام الأهال السياسية حبالة لدنا كل غريب واثنين يشترطون أن ليجي مشمول بهذا القانون يجب أن يرفض جنسيته السابقة بس ما مذكور بالتعديل ما مذكور بالتعديل لا ما مذكور هم جماعة من جس النواب يضيفوها إلى لأن خاطر ما يجي أي واحد أي واحد يقول لي له نازل عن جنسيتك يارضيك جنسيته العراق يقولك لا جنسيته حسن نعم شوفوا أنا حضرتك خاطر ندلل هل هو وطني أم لا ويقول أنا وطني أحب العراق إذا نازل عن جنسيتك يارضيك جنسيته العراق فشرطين أساسيين يضافان ويروج كقانون خاص وليس كتعديل والله هذا القانون هذا القانون والتعديل ملغوم يعني ما عرف يشلون ممكن وبعده تعديل قوائم خيبة أمل خيبة أمل إذا أكو هيتش تعديلات وقوانين ربما تمر النجنة القانونية النواب من كتمون على كل شي كتمون خلي كتمون المدينة يا ما زودونا بالعسامي زودونا بالعقام زودونا بالمعاملات شكرا جزيلا سيد طارق شكرا بالختام أشكر ضيوفي وعندي كلمة وحتى الجنسية العراقية ما خلصت من الأزمات يعني من يصير سهل تحصل على الجنسية إش قد راح يطلبون الجنسية من البنغلاديشيين والإيرانيين والهنود والسودان والسوريين وباقي الدول وحتى المصريين وراح يسبب أيضا مشاكل اجتماعية وزواج وطلاق ومن يضمن ما راح يصير تجارة جديدة على حساب المجتمع وناس يقولون تعديل قانون مهم وناس يقولون هاي التعديلات مضرة بها بهيبة الدولة وانهيار سيادة الدولة هسا غير نعرف ليش تجي صيارة القوانين بطريقة سهلة وسلسع على حساب العراق بدل ما تجي الصارمة خلوها ببالكم هذه القضية هذه قضية وطن ايه قضية وطن تصبحون على وطن آمن في آمان الله موسيقى